أبدأ معك سعادة السفير ديفيد ماك في واشنطن إذن المصادر الأمريكية تتحدث لصحيفة بوليتيكو عن نية واشنطن الانخراط بشكل عملي في مستقبل قطاع غزة وانتشاله من الفوضى حسب ما تتحدث هذه المصادر هل يدخل ضمن ذلك فرض رؤية أمريكية لإدارة القطاع المنكوب؟ أعتقد أنه سيكون من المفيد أن يكون هناك ممثل أمريكي ولكن قيادة الإدارة بالنسبة لقطاع غزة لا بد أن تأتي من الفلسطينيين الذين تحلفوا مع الشركاء الحلفاء من العرب دولة كمصر ودولة كالأردن ودولة كالسعودية والإمارات وقطر أعتقد أنه من المهم للغاية أن نبدل ما في وزعنا من أجل إعادة إحياء القيادة الفلسطينية لضفة الغربية وغزة كخطوة لأن يكون هناك حل دائم لهذه الحرب التي استمرت لأمد طويل ما بين الفلسطينيين والشعب الإسرائيلي يعني تقول سعادة سفير بأنه لا بد من وجود ممثل أمريكي في هذه المنظومة وفي هذه الرؤية يعني وكأننا نستعيد ما فعلته الولايات المتحدة في العراق عندما غزت هذه الدولة العربية في العام 2003 وعندما نصبت حاكما مدنيا للعراق هل تريدون تكرار نفس السيناريو؟ أتمنى في هذه المرة أن يتم تعيين شخص ليس فقط قريب من الرئيس بايدن ووزير الخارجية لينجل ولكن أيضا أن يكون هذا الشخص لديه العلم الكامل بشأن تاريخ هذا النزاع وأيضا الواقع السياسية بين إسرائيل وفلسطيني